أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 551 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و507 حالات شفاء وثلاث حالات وفاة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج رصد الوباء لكوفيد-19 أن تسعة ملايين وثمانمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وثلاثة وستين شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعين شخصاً ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى خمسمائة وثمانين وعشرين ألف وسبعمائة وواحد وثلاثين حالة فيما بلغ مجموع حالات شفاء التام خمسمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وسبع وثلاثين حالة